اختتم في مدينة اسطنبول مؤتمر التجديد في الدراسات الإسلامية الذي نظامه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين البارزين حيث ناقش المؤتمر مفهوم التجديد في الدراسات الإسلامية ومواكبتها لمستجدات العصر ولهذا السبب حقيقة قضية التجديد في الدراسات الإسلامية قضية مهمة جدا وأنا أشكر هيئة علماء المسلمين على طرح هذا الموضوع لأننا نبدأ بالفكر ثم نبدأ بعد ذلك بالتطبيق مبارك الله في الجميع المشاركون في المؤتمر أكدوا على أن التجديد بات أمرا حتميا وضروريا خاصة في ظل تسارع إقاع الحياة وتصاعد الأزمات والإشكاليات المعاصرة في واقع المسلمين موضوع المؤتمر تجديد الدراسات الإسلامية في العصر الحديث موضوع مهم جدا لأن ظروف الحياة الجديدة أفرزت مشاكل وقضايا تحتاج إلى حلول بالنسبة للمجتمع الإسلامي فجاء هذا المؤتمر لمحاولة وضع ضوابط وحدود للإجتهاد والتجديد كما طالب المشاركون بضرورة تشجيع طلبة العلم الشرعي على التجديد مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية في التجديد والتصدي لظاهرة الانفلات في الدراسات الحديثة غير المراعية لمقاصد التجديد وضوابطه لو نظرنا إلى مسألة التجديد في حقيقة العلوم الإسلامية أمر ضروري ومرلح الضرورة بين فيما يتعلق بضرورة الوقوف على المواكبة ومسايرة الحضارة الحالية سواء كانت حضارة مادية أو العالم الحديث الذي يقوم على العلم فبالتالي من الضروري أن نواكب التجمعات أو الحضارات الإنسانية إلى معاصرة من الناحية العلمية جملة من التوصيات اتفق عليها الباحثون المشاركون في المؤتمر أهمها مراعاة ضوابط التجديد في فهم السنة النبوية وفق القواعد الأصولية ودعم الحركة العلمية التجديدية الصحيحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ومحدداتها ومقاصدها